بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطهرين المعصمين واللعن الدام على عدام من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمي رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية الجماعة وعلى رأسها مراجع الدين العظام والمؤنين كافة بالمصاب الجلل الذي وقع في العاش المحرم الحرام عام 61 من هجرة وكما قلت الحدث الذي أخامت دننا ولم يقعدها وهو واقعة الطف والسشهاد إمامنا الحسين عليه السلام وأخوته وأولاد أخوته والثلة الطاهرة المؤمنة التي تتفت حول الإمام الحسين من الصحب الذين وصفهم الإمام الحسين عليه السلام بالصحب الأوفياء فقال لم أعلم أصحابا أوفا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي وفي الواقع وصلنا إلى عبارة أطلقها إمامنا الحسين عليه السلام عاشية العاش المحرم الحرام أي عصرتها سعاء لما جاءت العقيلة الطاهرة زينب هذه السيدة الطاهرة الجليلة نقيبة الطالبين وقالت لأخيه الحسين أن القوم بدأوا يزحفون على المخيم أو نحو المخيم التفت إمامنا الحسين عليه السلام إلى أخيه أبو الفضل عباس عليه السلام وقال له اركب يا أخي بنفسي أنت أو اركب بنفسي أنت يا أخي علمان الأجلاء حقيقة تأملون ويقفون كثيرا بهذه العبارة لأنهم يقولون نحن نستطيع أن نتصور أن غير المعصوم يفدي المعصوم وكما هم أصحاب الحسين وأصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأصحاب المولى سيد محيدين وأصحاب المام المشتبة أفدوا بنفوسهم وبأرواحهم الأمع عليهم أفضل صلى الله عليه السلام في طاعة لإمام زمانهم نتصور علمان أجلاء أنه نتصور غير المعصوم يفدي روحه ونفسه للمعصوم وأيضا نتصور أن المعصوم يفدي المعصوم هذا إذن نتصوره كما مع إمام الحسن وإمام الحسين عندما كانوا قاتلان بين يدي أبيمها في معركة الصفين ولكن معصوم يفتدي بنفسي وروحي غير معصوم هذه حقيقة جديرة بالتأمل والوقوف عندها كثيرا لتوصلنا لأن أي شخصية كانت لأبي الفضل العباس وأي منزلة الإمام زماني وأي طاعة تمثلت في أبل الفضل لإمام زماني بحيث أن الإمام الحسن عليه السلام يفديه بروحه ويقول له اركب بنفسي أنت هذا في الواقع يعني يجرنا إلى أن هذه الشخصية كان لها الثقل الأكبر وكان لها الفتح الكبير على يديه الشريفتين وكان له حقيقة يعني صولات أبيه التي ظهرت على يديه الشريفتين عندما كشف القوم عن المشرع لمرتين الأولى في السابع من محرم الحرام ومع الأصحاب الذين كانوا معهم ملوا القرب وجاءوا ممنوئة بالقرب ممنوئة بالماء وجاءوا بها لهم أسكر أخي المؤمن حسين عليه السلام وحملته الثانية كانت في العاش من محرم الحرام عندما اقتحموا الفرات وكشفهم وكانت أعدادهم بالمئات والبالآلاف طبعا هذا لا يستبعد لا يستبعد لأن القوم كما تعلمون يعني بدرجة من الخشة والرعب من سيف أبي الفضل عباس عليه السلام وهو أحمد القربة وهذا في الواقع شعار كبير بحيث أنه لقب بالثقافة كشفهم من القربة ما أريد قوله أن الشجاعة التي تمثلت بأبي الفضل عباس عليه السلام حقيقة كان لها الوقع الأكبر في يوم الطف في العاش المحرم الحرام عام 61 من الهجرة ولذلك الحسين عليه السلام بأبي وأمي لما وقع العباس عليه السلام ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله جاءه الحسين ووقف عنده وهذا ما يشير إليه المؤرخون ووقف عند موضع مصر أخيه العباس عليه السلام وقال الآن انكسر ظهري الآن انكسر ظهري في الواقع هذه الكلمة يعني نستطيع أن نقولها بموازات اركب بنفسي أنت يعني مقتل العباس عليه السلام هدى الحسين عليه السلام بيه بيومي بحيث هذه الكلمة أطلقه وقال الآن انكسر ظهري طبعا أنا ذكرت أنه سأقف على بعض الملامح التي تمثلت بأبي الفضل عباس عليه السلام وهي أنه لما الحسين عليه السلام يعني تكملت هذه العبارة ما هي تكملت هذه العبارة أن زينب عليه السلام أخته زينب لما سمعت الصيحة قبل ذلك نادى عمر بن سعد عليه لعن الله يا خير الله ركبي لاحظوا يرخوا قلب الحقائق ينسب الخير إلى الله والله منها براء ومنهم براء لوقوفهم بوجه إمام زماني ثم نادى عمر بن سعد يا خير الله ركبي والجنة بشري أنا في الواقع قصدت أنه سيقف على قول حسين بحق أخيه ابن فضل عباس عليه السلام من البداية كما أشار لهذا المؤرخ وبجنة أبشي فركب الناس ثم زحف ابن سعد نحوهم بعد العصر والحسين عليه السلام جالس أمام بيته محتبن بسيفه إذ خفق برأسي على ركبته فسمعت أخته زينب الصيحة فذنت من أخيها وقالت يا أخي أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت وسعد الله قلب زينب أي قلب انطوت عليه بحيث تسمع هذا الصوت ونداءه بأنه بدأوا بالزحف على معسكره حسين عليه السلام سعد الله قلبها الطاهر الكبير فرفع الحسين عليه السلام رأسه فقال أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله الساعة في المنام فقال إنك تروح إلينا فالطاهرة هذه الطاهرة عقيت من الطالب لطمت وجهها طبعا أمر جدا طبيعا أختا هكذا أخذ وهكذا حرص لديها على أخوتها وتسمع بالخصوص أخيها الحسين عليه السلام عندما ينعى نفسه إليها ويقول لها ذلك فقطعا هذا أمر طبيعي جدا فلو طمت أختها أخته وجهها ونادت بالويل فقال الحسين عليه السلام ليس لك الويل أبدا يا أختي طبعا بالكلام القرآني ليس باللفظة الذي سأقوله طبعا لا طبعا الحسين عليه السلام اللي كما ذكر السابق قطعا من رحمة فأجاب هذا الجواب ليس لك الويل يا أخت اسكتي أرحمك الله وقال له العباس يا أخي أتاك القوم فنهض ثم قال يا عباس اركب نفسي يا أخي هذا الموضع الذي وقفته عليه في الحلقة السابقة وقف عليه وقف عليه الآن أن الحسين عليه السلام يفدي العباس بنفسه ويقول له يا عباس اركب نفسي يا أخي أنت حتى تلقاهم هذا تكملت القول اركب يا عباس اركب نفسي يا أخي أنت حتى تلقاهم وتقول له ما بالكم وما بادا لكم وتسألهم عما جاء بهم فأتاهم في نحو من عشرين فارسا منهم زهري من القين وحبيب المظاهر فسألهم فقالوا قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم لذلك قال الحسين عليه آلاف تحية والسلام ألا وأن الدعية من الدعية قد ركزه بين اثنتين بين السلة وبين الذلة إشارة إلى هذا الموقف يعني السلة قطعا يعني سحب السيوف والقتال والذلة يطلبوا مننا أن نبايع يزيد عليه لعان الله وهذا طبعا الحسين عليه السلام هو الخليفة الشرعي هو الإمام الزمان الذي يجب أن يطاع فسألهم فقالوا قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمي أو نناجزكم قال فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم فوقفوا ورجع العباس إليه بالخبر ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعوضونهم ويكفونهم عن قتال الحسين عليه السلام فلما أخبروا العباس بقولهم قال الله أرجع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غذوة يعني إلى الصباح وتدفعهم عننا العشية هذه الليلة لعلنا نصلي التفتوا أي الأخوة الحسين عليه السلام والألاف قد جاءت لقتاله الحسين ماذا يطلب كيف كان كيف كان قرب الحسين من الله سبحانه وتعالى وكيف كان حب الحسين للصلاة بحيث يطلب من العباس عليه السلام من أخي العباس عليه السلام يخاطب القوم ويعيد عليه أنه يطلب هذا الأمر ماذا طلب الحسين عليه السلام أطلب منهم أنهم فإن استطعتهم أرجع عليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غذوة وتدفعهم عننا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني أني كنت أحب الصلاة له فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوت كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار فلذلك لما سألهم العباس عليه السلام توقف ابن سعد فقال له عمرو الحجاج زبيد سبحان الله والله لو أنهم من الترك أو الديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم كيف هم آل محمد فقال لو قيس ابن الأشعث ابن قيس أجبهم لعمري ليصبحنك بالقتال فأجابهم لذلك أجاب الحسين عليه السلام بني مهلوم هذه الليلة للأمر الذي طلبه من الحسين عليه السلام وهذا في الواقع أخواني درس كبير وعظيم وما سأقف عليه إن شاء الله بختام هذه الحلقات المباركة في الواقع أنا أجد نفسي لم أقف إلا على بحار ومحيطات متلاطمة من الفضائل والمكارم والأفعال التي تضرب حقيقة كأمثال وقفت عند الحسين سيد الشهداء ووقفت عند أبل فضل عباس عليه السلام وإن شاء الله نقف على العقيلة طاهرة زينب وما هو موقفها في الواقع في نهاية المطاف إن شاء الله أذكر ذلك نسأله سبحانه وتعالى من فقنا لزيارة مام الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخر أنه ولي التفيق وآخر دعمانا الحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى موسيقى